مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب في منطقة عوالي يعتبر صرحا طبيا نموذجيا في المنطقة وتأكيدا واضحا لمستوى التطور الذي وصلت إليه الخدمات الطبية بمملكة البحرين في هذا المجال تطور واضح تشهده مملكة البحرين في القطاع الطبي نظيرا ما يتلقوه هذا القطاع من نعم واهتمام من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ويعتبر مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب في منطقة عوالي صرحا طبيا نموذجيا في المنطقة وتأكيدا واضحا لمستوى التطور الذي وصلت إليه الخدمات الطبية بمملكة البحرين هذا وسيمثل المركز إضافة نوعية متميزة وغير مسبوقة في الخدمات الطبية المقدمة لعلاج أمراض وجراحة القلب في مملكة البحرين لما يضمه من تقنيات وإمكانيات جديدة تواكب أحدث التطورات العلمية في هذا المجال حيث يتمتع المركز بالجاهزية والخبرات والكفاءات الطبية والقدرات الاستيعابية العالمية لاستقبال المرضى وفق أحلى المواصفات والمعايير الطبية الدولية وتجهيزه بمختبرات قصطرة حديثة ومتطورة للبالغين والأطفال لمعالجة اضطرابات دقات القلب إن الرعاية والاهتمام الكبيرين الذين يحظى بهم القطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين بقيادة ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال تسخير كافة الإمكانيات والفرص الحكومية وبما يعكس المستوى المتقدم من الرعاية لهذا القطاع إيمانا بأن صحة الفرد ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتقدمها